أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق بشأن هيئة مكافحة الفساد وردا على تلويح نيابي باستجوابه أكد الوزير احترامه لإرادة النواب طالما جاءت وفق الدستور تم تشكيل لجنة تقصي حقائق من السادة القضاة وطلب من المجلس على القضاء أن يختارهم حتى تكون لجنة محايدة للنظر في الكتب المربوعة إلينا من كل الطرفين من الرئيس ونائب الرئيس ومن الأمناء الخمسة نحن نحترم إرادة النواب ولا نجزع من الرقابة البرلمانية لأن غياب الرقابة البرلمانية أو الشعبية هو استبداد محقق لمحالة وبالتالي ما يقوله النائب هو حق مكتسب له وفقا للدستور